صباح الخير كيفكم حبايبي صفتاني؟ اشتكتلكم كتير اليوم بدنا نطول كتاب رياضيات الكتاب الملون ورح نفتح على صفحة 37 وصلنا لآخر صفحة بالوحدة الثانية اللي هي أسئلة تراكمية أسئلة تراكمية ماما بتيجي مراجعة لكل اللي أخدناه في السابق رح أذكركم فيه هلأ وحلينا هاي الصفحة وحلينا هاي الصفحة اللي هي برضو مراجعة لنهاية الوحدة هنا أسئلة تراكمية بداية مثل ما تعودنا بنكتب اليوم هو الاثنين التاسع من تشرين الثاني لعام 2020 نأتي للسؤال الأول أكتب عدد الواحدات وعدد العشرات وعدد المئات في كل فراغ أذكركم حبايبي أنه لما يجينا في السؤال أن نكتب عدد الواحدات وعدد العشرات وعدد المئات لازم نفرق بينه وبين سؤال الطريقة التحليلية هلا الطريقة التحليلية عكس عدد الواحدات وعدد العشرات وعدد المئات لماذا؟ لأنه بالطريقة التحليلية المئات هو اللي بيأخذ السفرين والعشرات سفر واحد والأحد ولا سفر بعكس هنا هنا حبايبي عدد المئات عدد المئات كم عندنا هون مئة؟ أربعمائات بكتب أربعة فقط بدون أي سفر لأنه عدد المئات أربعة كم لدينا عشرة؟ نحصر لدينا أربعون عشرة نكتبها هنا كم لدينا واحدات؟ أربعمائة واحد نكتبها هنا لاحظوا عكس ولا سفر؟ سفر واحد عند العشرات سفرين عند الواحدات نأتي هنا كم لدينا مئات؟ لدينا سبعمائات كم لدينا عشرات؟ نحصر سبعون عشرة ونكتب هنا سبعون لدينا سبعمائة واحدات وهكذا حبايبي منحل هون وهون اكتب كل عدد بالأرقام أو بالكلمات هلأ إذا معطينا بالكلمات طبعا نكتبه بالأرقام إذا معطينا بالأرقام نكتبه بالكلمات ثلاثمائة وسبعة وثمانون ثلاثمائة يعني المئات ثلاثة وسبعة وثمانون أي عدد عادي سبعة وثمانون وتدربنا عليه وسهل كتير كان هنا سبعمائة وستة نبدأ بالمئات سبعة بما أنها بمنزلة المئات إذن سبعمائة مع تنوين الكسر سبعمائة وستة ما بصير أحكي ستون لأنه في صفر في النص تبتيجي وستة تمام هون حبايبي أنتوا لحالكم بتكم تحلو خمسمائة وثلاثة عشر نكتبها هنا أربعمائة واثنان وتسعون نكتبها بالكلمات أربعمائة مع تنوين الكسر واثنان وتسعون نقطة هنا حبايبي أكتب كل عددا بالصورة التحليلية صورة التحليلية يعني المئات سفرين عشرات سفر الأحد ولا سفر هنا ستمائة وأربعة ستمائة نكتب ستة وصفرين هل السفر وين ما إجا أحد أو عشرات بضلوا سفر والأربعة بما إنها أحد ولا سفر بحللكم كمان مثال خمسمائة وواحد وثلاثون الخمسمائة بهذه الصورة وواحد لحاله وثلاثون مثل ما بنلفظه بنكتب هنا سبعمائة وسبعة لحالها وسبعون نفس ما لفظنا حبايبي منكتب مئة بكتب هنا مئة وسبعة سبعة لحالها وثمانون بضلعنا آخر سؤال في الحديقة مئتان وواحد وخمسون زهرة بكتب هنا مئتان وواحد وخمسون زهرة أكتب عدد الأزهار بصورة تحليلية بنا نحلل نفس هذا السؤال إيش زائد إيش زائد إيش مئتان بكتب هنا مئتان مع صفرين وواحد الواحد لحاله وخمسون فقط حبايبي هذا هو المطلوب منا صفحة سبعة وثلاثون نحلها في الرياضيات ويعطيكم ألف ألف عافية شكرا